المهاجم بيفضل ماشي مع المدافع في اتجاه غير اللي هيروح له بعد كده ويفضل يسحبه ويسحبه ويسحبه ان هو مثلا رايح عالقريبة وبعدين يروح رايح عالبعيدة رايح عالبعيدة وبعدين يروح رايح عالقريبة وهو بيعمل ده هو طول الوقت بيفضل يحطه في تراب يعمل له فخ يشربه المقلب بالبلد لحد ما يشرب المقلب ويسيبه يتحرك في البلايند سايد خلاص هو خرج خارج مطاق رؤية المدافع ويفضل مساحة اللي هو عايزة تعالي نحرك وحرك لفريم فريم او بعد ما الكرة تقرب من منطقة الجزاء ماشي تقرب من منطقة الجزاء اوريك الفرق وايه اللي عمله وسام والكرة ما كانتش كما بدت مش هي الكرة بسهولة الراجل راجل عمل كروس التالي رايح حاطيتها بدماغه لا خالص لا ارجع 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 من اول منطقة الجزاء من قبل الحركة بتاعة وسام لا ارجع كتير ارجع حبة احبه كمان رجوع دخول وسام بص كريم هنا الوضع ده. الشك بس وقفين. الوضع ده. الطبيعي. وساما يروح يقطع فين. هيقطع على القريبة في المسافة اللي ما بين قلبين الدفاع. فضل ماشي 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 مع المدافع ان هو يروح يقطع في الحتة دي. وان ريدا يحطها له على الارض. لما لأ ان ريدا راح لحد الاند لاين. مستحيل يحطها له هنا. كمل بس نمشي معي واحدة واحدة. امشي فريم فريم. فضل مثبت الراجل انه انا داخل في المنطقة دي. رايح انا هخش في النص. انا قاعد مرائب الرضا. كمل. بص هنا هياخد التايمينج والتوقيت بتاع. بص بقى هنا يا كريم. اول ما خرج خارج نطاق رؤية المدافع. عمل ايه? راح طالع. مستحيل يعرف يرجع له بده. هو ثبته انه هو انا هدخل في المسافة اللي ما بينك وبين قلب الدفاع التاني. نقطة كمان مهمة جدا. رجع لي فريمين كمان. نقطة مهمة جدا. بيتعلق بالحركية. هو كان بيحاول يقرب المدافع علشان يخلق المساحة اللي الكرياتي دي. لانه لو المدافع هو تحرك من الاول يا كريم هيقلل للمسافة اللي ما بين قلب الدفاع محمد دبش وما بين البكليفت اللي ناحية التانية. عمر السعداوي. فهو عشان يفضل مثبت المساحة دي واسع يرجع. لا ارجع كمان ارجع وهو لسه بيتحرك. عشان يقلق يزود المساحة او يسبتها. فيخلق لنفسه مساحة في البلايند سايد بتاع محمد دبش. ويمنع عمر السعداوي ان يخش يغطي تحتيه. فضل مثبت المساحة دي. وعمل بتحرك لحد ما دخل التمنتاشر لحد كمان فريم. بص يا كريم المساحة اللي بين عمر السعداوي. اخر الصورة من اللاعب المصري. اللي ناحية الشمال اللي بعيد خلص على الكرة. والمدافع اللي معاه كل ده بص المساحة دي قد ايه? كبيرة. هو عايز يحافظ على المساحة دي يا كريم. لو تحرك وسام من الاول في المنطقة دي عشان يروح يلعب هالو ريدا سليم. هيضم معاه عمر السعداوي وهيرجع له دبش لانه لازال في مساحة الرؤية. في مساحة النظر. هو فضل مسبت دبش لحد ما دبش بقيت عينيه. انه كده كده وسام جايلي قدامي تاني. علشان يقطع ما بين قلبين الدفاع. لحد ما الراجل سبت. رح رايح مختار مشيها بقى على سرعتها. الراجل رح مختار التايمينج اللي هيروح عامل فيه double movement او الحركة المزدوجة العكسية اللي هي تعرفها في كتاب الكورة. ان المهاجم بيروح في اتجاه. حلو. وفجأة يغير الاتجاه. حلو.